كشفت قنوات فرنسية قبل قليل من يومه الثلثاء أن الفرنسيين تفاعلوا بشكل كبير وإيجابي مع دعوة رئيسهم الجديد إيمانويل ماكيرونا بخفض عدد البرلمانيين إلى الثلث في المحطات الانتخابية المقبلة حيث عبروا على مواقع التواصل الاجتماعي بموافقاتهم على المبادرة رغم تحفظ بعض السياسيين على الفكرة وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكيرونا قدع يوم أمس الاثنين إلى خفض عدد البرلمانيين في مجلسي النواب وشيوخ بمعدل الثلث في خطاب رسمي طويل ألقاه أمام البرلمان المجتمعي بمجلسي في قصر فرساي